بتنظيم من جمعية بيت التراث والفنون اختتمت في مدينة الفحيص فعاليات مهرجان الربيع الثاني الذي أقيم بالتعاون مع دارة حمزة لدعم ذوي الهمم وأعلن القائمون على المهرجان أن الهدف من إقامته هو اكتشاف المواهب الشبابية لتحقيق إمداعاتهم إضافة إلى التركيز على البيوت التراثية ذات الإرث التاريخي لترميمها وصيانتها بدورها بيّنت جمعية بيت الإرث أن فعاليات المهرجان جرى اختيارها بعناية لتركز بشكل أساسي على الطفل كونه اللبنة الأساسية في المجتمع إضافة إلى الاهتمام بالمواهب بمجالات الموسيقى والشعر والغناء واجتمل المهرجان الذي حضره عدد كبير من المسؤولين وأبناء المجتمع المحلي على مجموعة من الفقرات الغنائية لإحياء التراث الوطن